قال وزير الخارجية سامح شكري إن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء في قطاع غزة ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها وأشار شكري إلى أن الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار لافتا إلى أن ما يجري في غزة هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بعباء وتبعات غير مسبوقة على عتقنا على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق ققت وإنما تمتد إلى المنطقة كله وتلقي بزلالها على الأمن والسلم الدوليين كشفت تلك الأزمة عجزة المجتمع الدولي عن إزهار إرادة حاسمة ونفذة لفرد ووقف لفور وشامل إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للخطاع أو وضع حد لهذه المجازر والتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وفواله الأبرياء والتصدي لمخططات التهجير القصري لسكانه وما تنتوي عليه تلك الأعمال من مخطط من مخطط ومنهج لتصفية القضية الفلسطينية